تشارك مصر بالمنتدى العالمي التاسع للمياه والمنعقد بالعاصمة السنغالية دكار والذي يتناول أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة مع التركيز على ملف المياه والتغيرات المناخية وأصرح وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي أنه من المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين مصر والسنغال خلال فعاليات المنتدى مع السعي لأن يعتس المنتدى القضايا الأفريقية وتصليف الضوء على تحديات القرى وإيجاد حلول مستدامة لها ودراسة تبني مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمي التاسع للمياه ويستمر في مؤتمر المناخ القادم قاب 27 المزمع عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل